كيف تنتقد خجري شديد؟ بس الوقت صفونا بالأغنية التعكرة عندما قرأنا بكل صراحة يعني بعض ردود فعلة للملحن كمال الطويل الملحن الكبير كمال الطويل الذي لحن هذه القصيدة عندما قرأنا ردود فعله في الصحافة خليها الحكاية لم نفهم بالضبط يعني هو ملحن كبير هو فنان كبير أساس كمال الطويل زمالة مدة طويلة عمر طويل وفن كبير كتير بنا أعمل فنية كبيرة وهو الحقيقة أنا زيك يعني أنا ما فهمتش إيه الحكاية لأنه كله كان طبيعي وكان رائع يعني القصيدة تعملت حلو ورائعة أعرفش أنا أعتقد يمكن حاجات خاصة بالصحة معرفش هو كان مريض في الأواخر والحمد لله يمكن أنه هو الوقت أحسن كان يعني أعتقد أنه هو بعد كده قدم لي كاست في كلمة حلوة جدا وأنا اعتبرتها يعني هدية جميلة منه وأنا أحد يلوك من هنوز أعرفش أنا الشريل إن شاء الله آه هذا سمك لأنه هو فنان عظيم وكبير كل فنان ممكن يحصل لكون عصابه مش مظبوطة أي حاجة يعني في فترة ما يعني فأنا اعتبرت وكان فعلاً يعاني من حالة مرضية بعدين الحمد لله نهاردة أحسن بكتير ومش ممكن أحنا يعني توصل مسائل أكتر من كلمتين كده بس الكلمتين اللي بعتهم لي غسلوا كل حاجة يوضحوا كل شيء لا يعني نسوني كل شيء كل ارتباك حصل كل حاجة يعني حصلت منه سيدة نجيت الصغيرة القصيد لحنة بطريقة حديثة واليوم يعني نستمع إلى طريقة الحديثة التي تلحن بها القصائد خاصة القصائد نزرقباني نحب نسألك وأنت يعني غنيت القصيد على فترات مختلفة وغنيت الأغنية القصيرة والأغنية الطويلة في فترات مختلفة ما الذي تغير اليوم الغناء أم الموسيقى ما عنديش أنا رد في الحتة دي لا ما أقدرش الحقيقة يعني اليوم مثلا أنت غنيتني زرقباني غنيتني زرقباني واليوم هناك من يلحن لني زرقباني بترق مختلفة تماما يعني بدون أن ندخل في الأسماء هل تلاحظين اليوم أن ما تستمعين إليه من أغاني تستمعين إلى الأغاني تتابعين ما يحدث في الصحة الفنية أنا نتفق في هذا الصحة لا ما في الشك طبعا طبعا هل تلاحظين أن ما تغير هو الموسيقى التوزيع البناء الموسيقي الجملة الموسيقية هل هي التي تغيرت أم أن طريقة الغناء طريقة الأداة هي التي تغيرت مش حاجة واحدة هو نزار احنا بنقول شاعر كبير جدا ومش حنقول نهاردة هو شاعر كبير او مش كبير لكن صدقني انه لما عمل ايا ظنه كان في مؤتمر احنا عملنا مؤتمرات نشوف يعني ايه ايا ظن لازم نشوف ايه ايا ظنه اول مرة بنشوف ودرسنا كل كلمة كل نفس ومش بس ايظن ايظن وتلاحظ ان بعد كده الاغاني في الكتاب عنده متغير كلمات كلمات صغيرة يعني مثلا متى ستعرف كم اهواك يا املا هي مش يا املا هي كلمة تانية في الوسط اسألك الرحيلة كل اجزاء كتير اوي اوي اتغيرت متغيرتش لوحدها في عبد الوهاب قال له الكلمة دي نجات ما تقدرش تقولها في نقاش ممكن يقول لا ممكن اقول له لا ممكن نقاش كبير وفي الاخر يقتنع اني انا اللي هغني مش هو هو هيطلع له الكتاب له ما ما يشاء ما يشاء عايز اقول انه مش اي شيء لشاعر نزار او شوقي بي او كل دول مش اي حاجة ممكن تاخدها تغنيها لانه عليها اسم فلان ممكن تشوف تصلح او لا الكلمة دي اه او لا في كلمة ما تصلحش غير في الكتاب ما تصلحش في الغنا اللحن الفلاني يصلح للقصة دي ولا لا ما دي حدوتة دي قصة وهكذا في موضوع بيتطرح كده سواء نزار سواء غير نزار لازم دي طلع لجمهور لازم انا اعرف دي الكلمة دي تتقلق او لا في النهاية عشان خاطر يطلع حاجة مستواها لايق بالجمهور لايق بالمستمع عشان يديها يديها مكانة يديها التقدير الصح يعني هو لما يلاقي حاجة جات له مش صح مرتبكة مش مدروسة مش متوفيها مش حيتعب نفسه ويقدرها ففي حاجات انا يعني عايز اقول مش لاني انا مثلا فلان غنى اه اي ظن خلاص ونجحت اقوم انا خلاص اي شيء لنزار حينجأ حيبقى هو ده لا هو ممكن يطلعه كل حاجة وناس تحبه لكن مش حيكون له يعني تقدر نفس الوزن يعني لا مش نفس الوزن يعني عايز اقول انه ونجاح الموضوع مش اسم الموضوع مش اسماء عبد الوهاب لما يلحل فلان ده مش معناه انه حيامل مثلا انت عمري لا لازم كل شيء يدرس كل شيء يدرس علشان في الاخر نلاقي عمل فني اللي هو معنى على ذكر الاختيار في الكلمات يعني انت معروفة معروفة انك صعبة ايضا يعني احنا ياما كتير اوي كنا من نلتقي في بلاد هو مثلا في بلد انا في بلد نلتقي لان عبد الوهاب مثلا عاوز الكلمة الفرانية هو مش لقيها ممكن يقعد يسمعني اتكلم اتكلم بتطلع كلمة جملة يمسكها هو ده الفن انك تبحث دايما تبحث عن الصح مش لقى انا فلان مفيش لقى انا فلان ومفيش يفطع ان اسمه لقى اذا اخطأ مرة خلاص يعني فهي ايه مش نزار مش فلان مش فلانة تبقى تلك هو مجموعة حاجات نعم لا ولكن انت يعني معروفة انك يعني تدقيقين كثيرا في اختيار الكلمات انا استضفت مرة عبد الرحمن الابنودي لا يعني ما يستحقش لا طبعا يستحق بدليل انك انت النهاردة بتقيم العمل بتقول مثلا عيون القلب جميلة ليه لانه عيون القلب ما كانتش اسمها عيون القلب كانت حاجة تانية فقعدنا نناقش فيها ونقول ليه لا او ليه او تعبنا فيها فبقت اصبحت في الاخر عيون القلب وهكذا يعني رغم انه يعني عبد الرحمن الابنودي كما احنا نقول في تونس راسو صحيح يعني يعني لا زي ما قلتلك هي مش شخص واحد هي مش فنان واحد دايما هم مجموعة وانا اضمت لهم كمان يعني جانب كبير قوي 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 اسمه الجمهور لازم يخش لازم وطول ما انا قعدة يقولهم الجمهور في بالي وتخيلوا الكلمة دي هتخش قلبه ولا لا حيبلها مني انا ولا لا لازم انا بقيت اسمعه بمزاج يعني حقيقي بيتقن ال كل شيء بيتقن الاداء بيتقن الاقاع الاقاع طبعا لكن امتى يستنى عشان يسمعني وامتى يقول هو له دور يعني قام بدور جميل وفي كل الاغاني في القصيد ايه ولاحظت ان اللي بيغنوا الشباب صغيرين يعني خمستاشر سنة كتير ثم اللي يغنى اغاني اكبر منه اصحيح قبل ما يتوارده بس انا دي حاجة ساعدتني جدا لانه حاجة جميلة جميلة وحفظين من الاول الاخر يعني انا قلت ان انا قدام هي كلمة مرة قلتها انه انا قدام اه 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 لجنة اه فنانين لجنة من الفنانين بيمتحنوني كمان يعني ممكن انا اكون في امتحان اه معاهم بس امتحان محبب امتحان حب حب اه وبعدين فعلا لانهما فنانين انا قدامي فنانين فنانين و و و و و و من جميع الهجوه يعني ازاي اه ازاي امتح يدوني فرصة اقول امتح يقولولي احنا مستمعين بس امتح احنا بنشجعك حنشجعك قوي امتح انت تستحقي امتح لا يعني انت سيدة نجيتة تكون في المسرح في كل المسرح يعني في مقدام الجمهور تكون منتبهة لكل التفاصيل يعني اه حواسي منتبهة لكن انا مش شايفة لانه طبعا الاضاءة اه جامدة وانا بطبعي اخاف اشوف يعني اخاف اذا شفت بدقة اذا شفت بدقة هخاف اه جمهور كبير واخاف فانا بحسه انا بحس الجمهور وهو بيحسي